مرحبا بكم عزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الخامس انوان الدرس كم مرة أو كم بالعادة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجل فيسبوك الستعطاء حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس بكتاب الطالب مكتوبة على الصفحة يونت 1 لسن 5 يعني يونت الأول الدرس الخامس هاو أوفن كم مرة أو كم بالعادة بالبداية يقول لي listen and repeat the words استمع وردد هذه الكلمات بالبداية أنا رح أقرأ لك هاي الكلمات وحاول تردد ويايا أنا متتعرف على اللفظ الصحيح أولاً always ثانياً usually ثالثاً often رابعاً sometimes خامساً never هو منطيني صورة فوق كل كلمة من هذه الكلمات يعني مثلاً أدي كلمة always دائماً منطيني فوقها صورة دائرة كلها باللون الأخضر وراها usually منطيني فوقها نفس الدائرة لكن مو كلها باللون الأخضر الغامط وياها قطعة من الأخضر الفاتح حسناً رح نجي نوضحها often بنفس الطريقة هالمرة زادنا من القطع الفاتحة sometimes بعض الأحيان نفس الطريقة و never كلها باللون الفاتح بالبداية always معناها دائماً إذن هنانا خلال هاي الدائرة والصورة اللي نوضح لياها أنه أنا لما نيسئني شخص عن فعل معين يقول لي how often كمثال do you go to school كم مرة أو كم بالعادة أذهب للمدرسة أقول له I always go to school يعني دائماً أذهب للمدرسة لاحظ أن الدائرة والضحة أنه ما في اليوم فوتت من أيام الدراسة لذلك كل هاي الأيام أو كل هذه المرات أنا مشارك بيها أو رايح بيها للمدرسة usually معناها عادة معناها أنه أنا من الممكن أنه أفوت يوم من هاي الأيام اللي أروح بيها المدرسة لذلك هو أخلي واحدة من ذن الأيام فارغة أو واحدة من ذن المرات فارغة often معناها غالباً شنه معناها؟ معناها أنه أنا أكو عدة مرات ما أروح يعني تقريباً نصف المرات اللي تسعيني عنها أسويها ونصف المرات ما أسويها sometimes معناها بعض الأحيان ركزوا يا أيا sometimes معناها بعض الأحيان معناها هذا الفعل اللي سألتني عليه قليل أو نادراً أو بعض الأحيان أسوي أقل من المعتاد أقل من النصف أما never نظر معناها أبداً معناها هذا الفعل اللي سألتني عليه أبداً ما أسوي ما فد يوم جيت و سويتها إذن ذن الكلمات بالفداية لازم أحفظهن ذن نسميهن ظروف التكرار ظروف التكرار خمسة يجب حفظهن هن و معانيهن ولازم نعرف كل وحدة شنو استخدامها و شنو موقعها بالجملة رح نوضحها إن شاء الله بعد دقائق لسا الفقرة الأولى عرفنا أن ظروف التكرار لازم أحفظ معانيهن وراها الفقرة الثانية يقول لي استمع وقرأ ما يقوله نادر ثم أكمل الرول رول معناها القاعدة هس ركزوا يا أيا اسمع الأستاذ هو يقرأ النص وراها رح يخليك تقرأ علامة تطور مهارة القراءة و كذلك علامة تتدرب على استخدامات طروف التكرار شي يقول نادر يقول أبي دائما ما يحظى باستراحه بعد الغداء شوفهن أنا دائما يعني ما فد يوم إجه ما استراح بعد الغداء دائما ورا الغداء يستراح إذن هاي دلت لي على أن الفعل فعلا الاستراحة اللي يقوم به هذا الأبد دائما يسوي ما فد يوم إجه ما سوى ثانيا I usually do my homework after lunch أنا عادة أعمل الواجب البيتي بعد الغداء يجوز يجي يوم ما أسوي يجوز لأن ما أصلا أنا ما عندي واجب بيتي مو كل اليوم أنا عندي واجب بيتي لذلك هو استخدم I never have rest in the afternoon أنا أبدا ما أحظى باستراحة بعد الظهيرة يعني أنا دائما بعد الظهيرة أما أسوي واجبي البيتي أو أقوم بعمل شيء آخر لكن ما فد يوم إجيت وأخذت استراحة I often watch television for an hour often معناها غالبا غالبا ما أشاهد التلفاز لمدة ساعة شوفنا أنا غالبا تجي أيام أشوف سلفزيون وتجي أيام ما أشوف تلفزيون الأوفن دلت لي على هذا الشيء Then my brother and I sometimes play games أنا وأخي بعض الأحيان نلعب لعبة أو نلعب فد قيم معين شوفنا أنا sometimes معناها أقل من المنتصف يجوز فديوم أنا فارغ وأخويا فارغ بهذه الأيام اللي إحنا فارغين بيها نلعب شنوها نلعب لعبة أنا وأخويا Of course Fridays are different وأكيد بالطبع يوم الجمعة مختلف عن هذه الأيام We are never at home أبدا ما نكون بالبيت يعني ما فد يوم جدي جمعة وأحنا بالبيت دائما نطلع We usually go to the park عادة ما نكون في الpark المتنزه We always go to our grandparents house after دائما ما نذهب إلى بيت جدنا بعدها بعد ما نلعب ونكمل حسنا قرأنا النص حاولت تتدرب نفسك على قراءة هذا النص حاولت شاركك الإستاذب داخل الصف على ما تكون قراءتك مضبوطة وراه يقول لي كمل القاعدة قبل ما أكمل القاعدة طلاب ركزوا يا نانا نانا لازم نتعرف على شنو هنه ظروف التكرار أصلا شنه هنه ظروف التكرار ظروف التكرار تستخدم مع المضارع شنو؟ المضارع البسيط وكل ظروف من هذه الظروف يعبر عن عدد مرات معينة لقوع الفعل وضحناها always معناها أني دائما أسوي هذا الفعل usually معناها غالما عادة أسوي هذا الفعل إلا ما ندر often معناها نصف عدد المرات أسوي ونصف عدد المرات ما أسوي وهكذا إذن تدل على عدد مرات معين لوقوع الفعل كما مبين في الصورة الصورة اللي وضحناها قبل لقيقة وظروف التكرار هي خمسة وضحناها always دائما usually عادة often غالب sometimes بعض الأحيان والنظر أبدا شن المطلوب من عندي بالبداية يقول لي ملاحظة يكون موقع ظروف التكرار هذه جره عليها 100 خط هذه أهم فقرى بهذا الدرس يكون موقع هذه الظروف أما بعد أفعال الكينون الزوار عام إن وجدت في الجملة يعني أنا لليقيت فعل كينونة بالجملة أخلي ظرف التكرار بعدها كمثال she is always happy هي دائما سعيدة شوف هنا أنا الز فعل كينونة إجا ظرف التكرار always بعدها بعد أو قبل الفعل الرئيسي إذا لم يوجد فعل كينونة ما لقيت فعل كينونة بالجملة وين رح يكون موقع ظروف التكرار رح يكون قبل الفعل الرئيسي كمثال قال لي علي often placed video games شوف هنا أنا ما لقيت فعل كينونة إذا إذا ما لقيت فعل كينونة وين أخلي أخلي قبل الفعل الرئيسي الأوفن اللي هو ظروف التكرار يكون موقع قبل الفعل الرئيسي ملاحظة نستخدم هذه الظروف كذلك للإجابة على سؤال أجاني الأستاذ سألني كم مرة كم بالعادة تنظف أسنانك أنت دائما لو بعض الأحيان لو أبدا ما تنظف أسنانك إذن أنا من سألتك قلت لك كم مرة أو كم بالعادة تنظف أسنانك لازم تستخدم أحد ظروف التكرار بالإجابة على هذا السؤال الذي يبدأ بهو أفن فش تقول لي؟ تقول لي كمثال I always brush my teeth يعني دائما أنا نظف أسناني أو تقول لي I usually brush my teeth يعني عادة أنا نظف أسناني أو I often brush my teeth يعني غالبا أنا نظف أسناني وهكذا شوف هنا أنا نركز ويايا يعني نجنانش دتوضح دتوضح عدد مرات قيامك بالفعل نرجع يعبر عن عدد مرات معينة لوقوع الفعل يعني أنا لازم نعرف أنه ظروف التكرار تستخدم الإجابة عن السؤال يبدأ بهو أفن اللي هو أصلا عنوان درسنا كمثال إيش قال لي؟ قال لي How often does Huda play tennis كم مرة أو كم بالعادة سهى تلعب التنس أجي أوضح له أقول له She sometimes plays tennis هي بعض الأحيان تلعب التنس وضحت له أنه هي مدامة تلعب التنس بعض الأحيان فقط لما نصير عندها وقت فرعه إذن هي كذلك تستخدم للإجابة على سؤال يبدأ بهو أفن زين استاذ شون يجيني بالامتحان هس أنا لديك شنو تركز على موقع هذه الظروف وين موقعها؟ أما بعد فعل الكينونة إن وجد أو قبل الفعل الرئيسي إذا ما لقينا فعل كينونة فكمثال يجيب لي بالامتحان جملة يقول لي كمثال سامي goes to school late جاب لي جملة عادية اش قال لي بيان قوسيا؟ قال لي never أو استخدم لي never دخلي هاي never على الجملة أنت الدخل never على الجملة لكن بشرط أن يكون موقعها جيد استاذ طهش قال قال never هي أحد ظروف التكرار وموقع ظروف التكرار أما بعد فعل الكينونة أو قبل الفعل الرئيسي إن وجد أكو فعل كينونة إزو آر عام؟ لا استاذ ماكو إذن وين أخليها؟ قبل الفعل الرئيسي وين الفعل؟ الفعل goes وين يكون موقع never؟ قبلها فأقول سامي أكتب جملة مرة ثانية بس أدخل بها never سامي never goes to school late سامي أبدا لم يذهب إلى المدرسة متأخر شوف هنا أنا وين أصبح موقع ظرف التكرار؟ قبل الفعل الرئيسي ليش؟ لأن ما لقيت فعل كينونة مثال آخر قل لي we are at home نحن في البيت أو نحن في المنزل استخدم لي usually كذلك قل لي usually أريدك تدخل ليها على الجملة فاش أقول له؟ أولا لقيت فعل كينونة؟ اي نعم استاذ لقيت ال-ar إذا لقيت ال-ar فعل كينونة وين يكون موقع ظرف التكرار؟ بعده فاش أقول؟ أقول we ركز ويايا we R زاعدا ظرف التكرار اللي هو شنوة؟ usually زاعدا التكملة at home نحن غالبا ما نكون في المنزل أو عادة ما نكون في المنزل وهن أصبح موقع ظرف التكرار بعد فعل كينونة ليش؟ لقيت ال-ar اللي هو فعل كينونة هذا ما يخص الموضوع الأول هو قبل شوي إذا لاحظتش قال لي بالكتاب الطالب قال لي كمل هذه القاعدة شنو هي القاعدة؟ يقول لي put them بروف التكرار ذني نضعها وين نضعها؟ فراغ the verb be فراغ الفعل be be هو قلنا سابقا أنه هو أصل أفعال الكينونة فيكون قبل لو بعد أفعال الكينونة وضحنا بالملاحظات أنه إذا لقيت فعل كينونة يكون بعده فأقول after بعد فعل الكينونة لكن يقول لي within the other verbs مع الأفعال الأخرى نحن نضع ظروف التكرار وين؟ فراغ the subject and the verb فراغ الفاعل والفعل نحن بالملاحظة قلنا قبل الفعل ونهذا يقول لي بين الفاعل والفعل إذن أقول لي between هذا مجرد نشاط صفي غير مهم الآن المهم عندي أنه تحفظ موقع ظروف التكرار مثل ما شرحناها وعرفنا شو تجينا بالامتحان أنه يطلب من أندي أن أدخل ظرف التكرار بالجملة وشلون نجاوب عنه الآن ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو المضارع البسيط هو أصلا إحنا ظروف التكرار وين من نستخدمهن؟ مع زمن المضارع البسيط أو شنو المضارع البسيط أستاذ؟ نستخدم المضارع البسيط للتعبير عن الأحداث التي تحصل بشكل متكرر كأن تكون كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة هي أحداث تحدث بشكل متكرر شون يعني؟ يعني كمثال أقول I go to school early أنا أذهب إلى المدرسة باكرا أنا كل يومية أروح للمدرسة هذا حدث متكرر أو she always هي دائما gets up early هي دائما تصحى باكرا شوف هنانا؟ هذا الفعل اللي هو gets up يصحى يصحى باكرا مو يحدث كل يوم؟ إذن إذا كان الفعل أو الحدث متكرر يحدث كل يوم كل شهر كل سنة كل أسبوع متكرر نعبر عنا باستخدام المضارع البسيط شنو الظروف الدالة عليها؟ مثل ما وضحنا نفسية ظروف التكرار لكن شو تضيفون عليها؟ كل يوم كل يوم كل سنة كل أسبوع إلى آخره بعد قاعدة هذه الزمن تكون كالتالي نحن مثل ما شرحنا ذات تذكرون بالدأس الأول الماضي البسيط قدنا خطوتين للحل أولا لازم أحدد زمن الجملة لازم أعرف هذه الجملة اللي جاب ليها ماضي بسيط مضارع بسيط رح ناخذ في شاء الله بالدروس القادمة المضارع التام أنا لازم أعرف زمن الجملة شنو زمنها؟ إذا تذكرون بالماضي البسيط إذا لقيت yesterday أو last أو ago أقول هذه الجملة ماضي بسيط زيني شو نعرفها مضارع بسيط؟ إذا لقيت شنو أحد هذه الظروف اللي هي everyday every week أو أحد ظروف التكرار اللي أخذناها من بداية الدار there is always sometimes never إلى آخره ثانيا لازم أحدد القاعدة أستاذ يعني شنو أحدد القاعدة؟ أنا نسيت بذاك الدرس أحدد القاعدة يعني إذا كانت مثبتة لو منفية واستفهامية إحنا قدنا كل زمن ثلاث قواعد زيني أستاذي شون أحددها؟ إذا رح نجي نوضح شون نحدد القاعدة؟ أولا القاعدة في حالة المثبت شو تقول القاعدة في حالة المثبت؟ ركزوا إياه يا طلاب فاعل زايدا أما فعل يحمل أس الشخص الثالث أو فعل مجرد زايدا تكملة الجملة أوقف استاذ إيش وقت أخلي الفعل مجرد؟ وإيش وقت أخلي الفعل يحمل أس الشخص الثالث؟ إذا كان هذا الفاعل مالتي هي أو شي أو إت إذا كان الفاعل مالتي مفرد أو هي أو شي أو إت أخلي للفعل أس الشخص الثالث وإذا كان الفاعل مالتي بجمع أو ذي وي يو آي هذن كلهن فلازم يكون الفعل مجرد ما افتهمت استاذ شون يعني باه لك ويايا he goes to school everyday اولا الجملة بها زمان جملة بزمان المضارع البسيط شون عرفت من خلال every شن قاعة المضارع البسيط he هو الفاعل اذا الفاعل he فالفعل اللي يجي وراه فعل يحمل شنو يحمل اس الشخص الثالث he goes to school everyday هو يذهب للمدرسة كل يوم حدث متكرر i sometimes wash the car انا بعض الاحيان ونظف السيارة شوف هنا انا شون عرفت من مضارع بسيط من خلال sometimes احضره في التكرار شن القاعدة قاعدة تقول فاعل زاعدا اما فعل يحمل اس او فعل مجرد انا خليت فعل مجرد ليش استاذ خليت فعل مجرد لعند الفاعل multi i بعد هذه غالبا عادة ما يغادر البيت في الساعة السابعة والنصف شوف هنا انا شون عرفت مضارع بسيط لقيت usually شن القاعدة فاعل الفاعل من هو هادي هادي شو يعتبر يعتبر هي فالفعل اللي يجي وراه شنو فعل يحمل اس هادي leaves home at 730 هادي يغادر البيت الساعة السابعة والنصف هبا and i leave home at 830 شوف هنا الفاعل من هو هبا وانا شقد صرنا صرنا ثنيا اذا اذا ثنيا شو نعتبر نعتبر ويا انا وهبا نحن انا وهبا فاذا الفاعل وي الفعل لازم يكون شنو فعل مجرد ما بلا اس ولا اي اضافة اذا لحد الان ارفنا القاعدة المثبتة هي شنية فاعل زايدا اما فعل يحمل اس او فعل مجرد بعدها انا عندي ملاحظة قبل ما ننتقل للقاعدة المنفية تجدر الاشارة هنا ان الفعل هبا يعتبر فعل مجرد وعند اضافة الاس الشخص الثالث اليه يصبح هاز يعني مثلا احنا نعرف انه هذا فعل مجرد اذا ارد اضيف لاز صير goes او الفعل leave يغادر ارد اضيف لاز اش رح يصير رح يصير leaves لكن اكو فعل هنا تقريبا نسميه شاد الفعل هبا مجرد لما ارد اضيف لاز اش رح يصير رح يصير هاز انا شوف طلاب يسوه هاب وهذا الشي خاطئ اذا ارد اخلي اس الشخص الثالث للفعل هاب يصبح هاز فكمان في الامثلة التالية اما اقول هاز بريكفاس هو يحظى بوجبة الافطار ليش غلي يتلع اس الشخص الثالث لان الفعل ما التهي او اقول اي هاف الهاب هو الفعل المجرد ليش فعل مجرد لان الفعل اي بعد ملحوظة كذلك مهمة ثانية اذا الفعل صادفني بينقو سين بي وطلب بالامتحان من عندي بني اصححها يتحول في المضارع البسيط الى اما از او ار او ام يعني مو تخلي لي ام اس او تخلي لي ام مجرد لا وانما يتحول الى از و ار و ام وحسب الفعل يعني شين حسب الفعل تعرفوها المغضية من الخامس ابتدائي الاز شوك تنخليها ويالهي والشي والات الار شوك تنخليها ويالذي والوي واليو والام ويالعي كمثال قل لي they be late for the lesson هم متأخرين على الدرس قل لي صححها اولا اذا صادف الفعل بي في جملة المضارع البسيط يتحول الى is او ار او ام فالبي اش رح تحولها الى is لو ار لو ام حسب الفاعل الفاعل ما تشنو ذي اذا يش تاخذ is لو ار لو ام تاخذ ام فذي ار ليت for the school ما يصر تبقى الفعل مجرد او ما يصر تخلي الى is الشخص الثالث البي هنا يتحول الى is او ار عندنا في جملة نضيف doesn't او don't قبل الفعل الرئيسي مع ملاحظة ارجاع الفعل الرئيسي الى شنو الى اصلا في حال كان يحمل s الشخص الثالث قبل شويش قلنا قلنا القاعدة بحالة المثبت شو تقول فاعل زايدا اما فعل يحمل s او مجرد زايدا التكملة زيان بالنفيش قلنا قلنا نخلي don't او doesn't وين قبل الفعل الرئيسي مع ملاحظة ارجاع الفعل الرئيسي الى اصلا في حال كان يحمل s الشخص الثالث شون يعني يعني هاي قاعدة المثبت شون رح اصب بالما فيه نخلي الفعل وش نخلي اما don't او شنو او doesn't ركزوا ايا زايدا الفعل شنرجع نرجع الى اصلا يعني يرجع فعل مجرد وذا مجرد هو اصلا رح يبقى مجرد زايدا التكملة فاعل زايدا don't او doesn't زايدا فعل مجرد زايدا التكملة شوف هنا زين استاذ شوك تخلي don't وشوك تخلي doesn't نفس الطريقة doesn't ويامن ويالهي وشي والإت والdon't ويامن ويالذي والوي والي والآي كمثال هادي usually leaves home at 7.30 هادي يغادر المنزل في الساعة السابعة والنصف بش قل لي بين قوسيا قل لي negative شن يعني negative يعني نفي هاي الجملة اريدك تنفيدي اياها شون تنفيها عندنا في الجملة جملة المضارع البسيط نخلي اما don't او doesn't سؤال شنخلي don't لو doesn't استاذ حسب الفاعل الفاعل شنو مالتي هادي فهادي اخلي لا don't لو doesn't هادي الشيء يعتبر he بما اني يعتبر he اذا نخلي ل doesn't doesn't تعرفوها انه مختصة مع does not زادا نرجع الفاعل الرئيسي الى اصلا الاس اوخرها doesn't leave لا يغادر home at 7.30 زادا التكملة زي نستاذ ولي وجوالي كيف كتري تنزلها لازم تتبع قواعد ظروف التكرار حسب موقعها وراها شي يقولي يقولي عند تحويل جملة الى استفهامية هسا عرفنا القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية عند تحويل الجملة الى استفهامية نضيف همعنا do or does لكن وين في بداية الجملة ونتبع نفس الخطوات في ارجاع الفعل الى اصلا اخلي اخلي do او does وين في بداية الجملة ونكمل زاعدا فاعل زاعدا الفعل لازم شي يكون مجرد حتى لو بي اس نوخر زاعدا التكملة ولا تنسون علامة السؤال كمثال قال لي he goes to school every day شي يقولي يقول لي question شنو question سؤال يعني هاي الجملة ريدك تحول لياها الى سؤال شي تقول اولا اخلي do او does الفاعل ما لدي شنو he اللي هش ياخد ياخد does does زاعدا الفاعل اللي هو he زاعدا الفاعل نرجع الى اصلي اللي goes شصير go والتكملة وعلامة السؤال heba and basem heba and basem يعتبرون جمع لما نحاول الجملة لا استفهام اخلي اما do او does بما انهم جمع شن نخلي لهم خلي do زاعدا الفاعل شن الفاعل heba and basem leave زاعدا التكملة وعلامة سؤال هذا ما يخص طريقة تحويل الجملة الى منفية واستفهام بالمضارع البسيط استاذ شوية هالمرة مو مثل الماضي البسيط الماضي البسيط بل قاعدته سهلة فاعل فعل ماضي تكملة ايشو هنا احس كل قاعدة صارت قاعدتين لان ادي فاعل وفعل يحمل اس فاعل وفعل مجرد فاعل وdon't فاعل وdoesn't فشوية صار الموضوع صعب علي اهنان رح نجي نختصرها بهاي القاعدة المبسطة حاول تكتب هاي القاعدة بالدفتة احنا كالعادة قدنا قاعدة مثبتة ومنفية واستفهامية بكل زمن هس المظاهر البسيط شنو قاعدت المثبتة فاعل زاعدا اما فعل يحمل اس او فعل شنو مجرد زاعدا التكملة هاي قاعدة المثبت النفي ش تقول قاعدت فاعل زاعدا اما doesn't ركزوا ايايا اما doesn't او don't زاعدا فعل مجرد زاعدا تكملة حتى لو كان يحمل اس لازم ارجع مجرد والاستفهام اخلي اما does او do زاعدا فاعل زاعدا فعل مجرد زاعدا تكملة ولا تنسون علامة السؤال هسا ركزوا يا طلاب كالعادة استاذ شك تطبق القاعدة المثبتة شك تطبق القاعدة المنفية شك تطبق القاعدة الاستفهامية الاستفهامية يطبق اذا لقيت كلمة question question معناها سؤال او علامة سؤال شك تطبق القاعدة المنفية اذا لقيت negative اللي معناها نفي او يطين تلميح بين قوسي النوت شو كتطبق القاعدة المثبتة إذا ما لقيت لا نكاتف لا نوت لا كوست اللي علامة السؤال أطبق القاعدة المثبتة زين أنا أصلا شلون أعرف أنه هذه الجملة مظاهرة بسيط خذناها بداية الشرح إذا لقيت الى آخر اللي سميناها ظروف التكرار أو لقيت جماعتها إلى آخر هسا عرفنا زمن الجملة وعرفنا القاعدة الآن نجي نطبق بس قبل ما نطبق كل قاعدة لاحظتوا أنه مخسومة قسمين نعم نخلي بالكم من القسم العلوي ويالهي والشي والأت يعني شنو القسم العلوي يعني الفعل شو كتخلي لأس ويالهي والشي والأت وشو كتخلي دازنت ويالهي والشي والأت وشو كتخلي داز ويالهي والشي والأت والقسم السفلي نستخدمه ويالذي والوي واليو والآي شنو يعني القسم السفلي يعني شو كتخلي الفعل مجرد ويا ذي والوي واليو والاي شو كتخلي الدونت ويا ذي والوي واليو والاي وشو كتخلي الدو ويا ذي والوي واليو والاي نفس الفكرة هسا نجي نطبق نجي نتعرف على صيغة التي تجيني بالامتحان وشون نجعوب عنها اش قلي قلي so I usually go to the park كالعادة اعيد و اكرر شلون تعرف زمن الجملة وشلون تعرف القاعدة لسه واحد يرفع عيدة يقول لستاذ هذه الجملة مضارع بسيط اقول لي عاش تيدك شلون عرفت قال لي لديت يوجوالي عاش تيدك هسا احنا حددنا زمن الجملة وراها يا قاعدة من قواعد المضارع البسيط تقول لي قاعدة المثبتة اقول لك ليش تقول لي استاذ ما لقيت لا كوستجين لا علامة سؤال لا نيجاتيب لا نوت فبالتالي ما عندي غير قاعدة المثبتة اطبقها عاشت ايدك شنو القاعدة المثبتة فاعل شنو الفاعل سوها انزل سوها اسئلك سؤال سوها ش تعتبر سوها تعتبر شي عفي البطر اذا سوها تعتبر شي ش تخلي للفعل خليلها اس في الفعل شنو قوش اخليلها اخليلها اس goes زادنا التكملة to the park صححت الفعل مثل ما طلب من عندي وقف استاذ واليوجوالي انا اسئلك اقول لك اليوجوالي وين اخذنا موقعها مني الذكر اليوجوالي ذلك يتفعل كينونة اخليها ورا واذا ما لقيت فعل كينونة خليها قبل الفعل الرئيسي اكو فعل كينونة لا اذا نخليها قبل الفعل الرئيسي هنا يكون موقعها فتقول سوها usually goes to the park سوها عادة ما تذهب الى المتنزه مثال اخر they live in بصرة يعيشون في البصرة شنو يعني question يعني السؤال يعني انا رح اطبق القاعدة الاستفهامية شنو تقول القاعدة الاستفهامية اما does او do سؤال اخلي does do هذه من جماعة they والوي واليو والآي فاذا من جماعة they والوي واليو والآي شنو نخلي نخلي دو اذا نقول do زاعدا فاعل شنو الفاعل they زاعدا فعل مجرد شنو الفعل مجرد live زاعدا تكملة الجملة شنية اين بصرة وبالاخير علامة السؤال طلاب طبعا هي بالامتحان المفروض ينطيق دليل لكن انا اريد ادربك على طريقش وهي اصعب من هذه شنو يا استاذ اهنا لاحظت بالجملة ما لقيت بها دليل اوقف استاذ اذا ما لقيت بها دليل انا ما اعرف لازم اعرف هذي ماذا بسيط مضارع بسيط مضارع تام لان بالامتحان عدنا اكثر من زمن براسنا فانا شلون اعرف ان هاي الجملة مضارع بسيط ما لقيت بها دليل بسيطة جدا اذا لقيت الفعل مجرد او الفعل يحمل s اذا لقيت الفعل مجرد او الفعل يحمل s هذي الجملة بها زمن مضارع بسيط زين سؤال ثاني اذا لقيت بي ايدي إذا عرفنا إذا مجرد أو اس مضارع بسيط إذا إيدي أو شاد هذا مضارع بسيط فبما عندنا الفعل مجرد مضارع بسيط وأطبق القاعدة الاستفهامية ليش؟ لأن لقيت question مجرد أطبق أنا أحافظ القاعدة وأطبق مثال باسم usually not get up early شوف أن أنا شو قال لي؟ قال لي usually usually دليل مضارع بسيط وراهم قال لي أريد شنو؟ أريدك تطبق للقاعدة المنفية ليش لأن لقيت not شو تقول القاعدة المنفية؟ هذا القاعدة المنفية شو تقول فاعل شنو الفاعل؟ باسم أنا أزل باسم زائداً باسم يش ياخذ دازلو دو؟ هذا من الجماعة الهي والشي والإت إذاً ياخذ دازنت زائداً فاعل مجرد شو تقول قاعدة فاعل مجرد شنو الفاعل مجرد؟ get up زائدن التكمل اللي هي شنية؟ early باسم doesn't get up early باسم لا يصحى باكراً ونفس الطريقة usually يكون موقعها بين الفاعل الرئيسي والفاعل أو بعد الفاعل بعد مثال أخير where he work؟ شوف إنا نش لقيت قال لي present simple المضارع البسيط هنا أنا هو دي يقولي بصريحة العبارة هاي الجملة لذا كتطبق لي عليها زمن المضارع البسيط عاش تيلك وراها يا قاعدة من قاعدة المضارع البسيط استعد القاعدة الاستفهامية عافية البطل شلون عرفت؟ من خلال علامة الاستفهام يلا نجي نطبق القاعدة الاستفهامية شو تقول؟ what does he do؟ الفاعل مالتي هي إذن نخلي من جماعة does زاعداً فاعل شن هو الفاعل؟ he زاعداً فعل مجرد شن الفعل مجرد؟ work زاعداً علامة السؤال استاذ where تريد تخلي الwhere لازم تخليها بالبداية where does he work؟ لان اداة السؤال دائما تصدق الفعل المساعد where does he work؟ اين يعمل؟ سويت قاعدة الاستفهامية بالمضارع البسيط هذا ما يخص القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية للمضارع البسيط هذا ان القواعد ركزوا لي عليهم جداً جداً مهمات حاول تحفظها مثل ما تحفظ اسمك لان هذا الموضوع راح يلحكيك للثالث والرابع والخامس اعدادي وحتى السادس اعدادي موضوع المضارع البسيط جداً جداً مهم بمنهجكم والمراحل القادمة ان شاء الله الان ننتقل الى كتاب النشاط شي يقول لي يقول لي listen and read what another is saying هذا التمرين النفسي تلحل لنا نضع ظروف التكرار after بعد بعد شنو؟ بعد البي اللي هنا سمعناها افعال كينونة او يكون موقعها between بين شنو؟ بين الفاعل والفعل الرئيسي هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التهرير او امتحان الشفاوي اما تمرين رقم واحد يقول لي read the questions write two more questions than tick to answer يقول لي اقرأ هذه الاسئلة لنفترض ان انا دعسلك هاي الاسئلة او الاستاذ بداخل الصف يسيلك هاي الاسئلة فانت حاول تجاوبه حسب رأيك او حسب انت اللي تقوم بشكل يومي او بشكل دوري شي يقول لك الاستاذ يقول لك do you go camping at the weekend هل تذهب للتخييم في اطلة نهاية الاسبوع فاما تقول لي yes always نعم دائما او yes usually نعم عادة او yes often نعم غالبا او yes sometimes نعم في بعض الاحيان او no never ابدا انا ما رايح للتخييم at the weekend في نهاية الاسبوع واحنا الطلاب يقول لي yes always كمثال وهكذا مجرد يعتمد على رأي الطالب فاحنا راح نخلي الاجابات عليكم طلاب بكيفك مجرد راح ترجم لك الاسئلة do you visit your grandparents fridays هل تذهب الى اجدادك اليوم الجمعة او ايام الجمعة do you phone your friends at the evening هل تتصل باصدقائك في الليل do you visit your friends at the weekend هل تزور اصدقائك في عطل نهاية الاسبوع do you write letters to your friends هل تكتب رسائل لاصدقائك do you watch english tv programs هل تشاهد برامج التلفاز اللغة الانجليزية do you listen to english radio programs هل تستمع الى برامج الراديو باللغة الانجليزية الى اخرى هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي الاستاذ يسأل الطلاب عن اراءهم او عما يقومون به كل يوم والطالب مخير ان يجاوب اما بyes always او yes usually او yes often او yes sometimes او no never ننتقل الى التمرين رقم اثنين play game اما يجاب ويقول له no sometimes لا في بعض الاحيان او yes always نعم دائما او no never كلا ابدا اما يطلع تخمين الطالب الاول صحيح او يطلع تخمينه غير صحيح هذي مجرد لعبة غير مهمة بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي مجرد دي كذلك دي يحاول يدربني على استخدام ظروف التكرار مع زمن المضارع البسيط بعد تمرين رقم ثلاثة هذا التمرين يعتمد على هاي الصور فيقول لك انا منطيك الصور ما شنوه مع ظروف التكرار فمن خلال هاي الصورة اريدك تحدد لي ظرف التكرار المناسب للجملة وياها لازم تصحح للفعل انا اللي هم نتصحح الفعل مو اللي هم نستخدام الظرف اولا هسا كمثال قال لي هي تحظى بوجبة الرز في الغداء وش قايل لي منطين صورة صورة الدائرة اللي كلها ممتلئة اذا دائرة كلها ممتلئة معناها يا ظرف التكرار مناسب معناها ظرف التكرار اولويز يلا هسا احنا حددنا ظرف التكرار لكن شي يقول لي يقول لي يريدك تصحح للفعل الصحح حبيها زمن بزمن المضارع البسيط استاذ شون عرفت تريدنا حدد بزمن المضارع البسيط لان انا شخلالي خلالي always ويا زمن يجي ويا زمن المضارع البسيط اذا اطبق قاعدة المضارع البسيط زيان سؤال يا قاعدة راح اطبق من قاعدة المضارع البسيط قاعدة مثبتة لان ما لقيت لا علامة سؤال لا not لا question لا negative يلا شو تقول قاعدة المضارع البسيط فاعل زادا اما فعل يحمل S او مجرد الفاعل شيء اذا الفعل يحمل الهاب اذا ادخل لي الى S يصير halves لا استاذ هاي اخذنا عليها ملاحظة الصير has هي تحظى برز على الغداء زيان استاذ اريدك تدخل لي always على الجملة انا اسئلك اقول لك وين راح يكون موقعها راح يكون موقعها قبل الفعل الرئيسي اذا نكتب always زائدا has ها صارت مثل ما طلب من عندي هم دخل الظرف التكرار وهم صححة الجملة بالامتحان فقط تجيك على شكل تصحيح الجملة او فقط تجيك على شكل ادخل الظرف التكرار مثل ما اخذنا بالصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان اما مطلب واحد شوية صاحب يجيب هالستاذ بالامتحان التحريري نطة الثانية يقول لي I go to the park on friday انا اذهب الى المتنزه يوم الجمعة اجي الظرف التكرار المطينيه شن هو usually معناها عادة شونا عرفت عادة من خلال الصورة اللي مطينيها بدأت الدرس اغلب قطع الدائرة كاملة ما عدا قطعة واحدة ناقصة فالظرف التكرار المناسب هو usually اجي شن القاعدة همنا قاعدة مثبتة شو تقول فاعل اللي هو I زادا فعل مجرد ال go يبقى على حالة go زيان وراها ال usually دخليها بالجملة واني موقعها قبل الفعل الرئيسي فاقول I usually go to the park on friday انا عادة ما اذهب الى المتنزه يوم الجمعة جملة الثالثة he be late for class هاي الجملة جدا مهمة هم نفس الطريقة ظرف التكرار always من خلال الصورة عرفتها اجي اه صح الجملة بيا قاعدة قاعدة مثبت لان ما نكتب لا نواتلاك وصل لعلام السؤال فشو تقول قاعدة فاعل ساعدنا اما فعل يحمل S او مجرد الفاعل الفعل يحمل S او مجرد ال B استادخلي ال S عنش قلت لك ملاحظة اذا صاد في ال B بجملة المضارع البسيطة تحول الى اما is او are او am الهيش تاخذ is لو are لو am تاخذ is he is late for school زي انستاد دخلي always بعد فعل الكانونة always يكون موقع بعد فعل الكانونة ان وجد I listen to music in my bedroom نفس الطريقة صح الجملة الفاعل I اذا listen فعل مجرد لان I تاخذ فعل مجرد دخلي الظرف التكرار على الجملة ماذا هو الظرف التكرار ان نستخدمه نستخدم often اذا نقول I often listen to music نقطة الخامسة they sleep in the morning نفس الطريقة ذي فاعل زاعدا فعل اما يحمل S او مجرد ذي تاخذ فعل مجرد فالsleep ينزل كما هو شنو الظرف التكرار بما انه ماك ولا وحدة فرح نخلي never اخليها قبل الفعل الرئيسي لان ما عدي فعل كانونة والاخيره همن B ال B تتحول الى is او R او عام الو ايش تاخذ تاخذ R فحول ال B الى R وندخل ضرف التكرار على الجملة شنو ضرف التكرار هنا ايوش واضي فادخل ايوش واضي خليها وراء فعل الكانونة ليش لنا ادي R اللي هي فعل كانونة هذا التمرين بعض الشيء مهم لكن ما يجيني في هاي الصيغة يجيني اما يجيب لي جملة ويقول لي صحح للفعل او يجيب لي جملة ويقول لي دخلي ضرف التكرار عليها منتقل لاتمرين رقم 4 يقول لي write 5 sentences about how often do you do things اكتب خمس جمل عن الأشياء التي تفعلها use 5 different adverbs استخدم خمس ظروف مختلفة هنا انا الطالب يحاول يكون جمل عن نفسه باستخدام المضارع البسيط باستخدام ظروف التكرار كل طالب يكون جمل خاصة بي عن نفسه فكمثال انا اقول I always انا دائما go to school اذهب الى المدرسة early باكرا بعد اريد استخدم ظروف ثاني هو دا يقول لي استخدم خمس غروف مختلفة كمثال اقول I usually انا عادة sleep عادة ما انام after after school عادة ما انام بعد انا اعود من المدرسة بعد استخدم اداة ثالثة او ظروف ثالث اقول I often انا عادة او انا غالبا go to the park عادة ما اذهب الى المتنزه with my friends عادة ما اذهب الى المتنزه مع اصدقائي بعد استخدم كمثال ظروف sometimes اقول I sometimes انا بعض الاحيان go shopping اذهب الى التسوق on fridays في ايام الجمعة واستخدم مثلا ظرف never انا ابدا ان شاء الله ما اسويها كمثال I never انا ابدا لا sleep late ابدا لا انام متأخرا at night في الليل لا امن ان انا من وقت لذلك ابدا ما انام متأخر هذا ما يخص تمرين رقم اربعة هذا مجرد نشاط لتطوير مهارة الكتابة للطلاب باستخدام المضارع البسيط لاحظت ان كل الجمل فاعل زادا فعل مجرد فاعل زادا فعل مجرد اذا نريد دربنا على استخدام المضارع البسيط وكذلك دربنا على استخدام ظروف التكرار لاحظت ان كل الجمل بها ظروف تكرار اللي موقع حيكون قبل الفعل الرئيسي او بعد فعل الكينونة ان وجد هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم اخذنا بي موضوع المضارع البسيط القواعد المثبتة والمنفية والاستفهامية الدلع المالتش شون يجينا بالامتحان شون يجاوب عنه كذلك اخذنا موضوع ظروف التكرار تعرفنا على موقع كل ظروف تكرار كذلك شون يجينا بالامتحان ينطيني جملة وينطيني بين قوسي و ظروف تكرار يقول يدخل لي بالجملة بموقع المناسب تعرفنا على مواقعنا شون يجينا بالامتحان شون يجاوب عنه حاولوا تكتبون لين الملاحظات اللي كتبناها وذكرناها بالفيديو بالدفتة لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري خصوصا موضوع ظروف التكرار وموضوع المضارع البسيط ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤالة بسبسارة او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصل معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة